سلام عليكم أخوتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة معكم نجمة الريف اليوم إن شاء الله سنحضر معكم شباكية أو حلوة المعاسة البطاطس كتجي رائعة جدا وخفيفة وكتجي شيشة بزاف وكانتمنى إن شاء الله توجدها الرمضان الله يدخلوا علينا بالصحة والهانا والشفاء والله يبعد علينا الوباء الله ما أمين يا ربي العالمين كما كنتلاحظوا معنا هذه الحلوة كتجي رائعة جدا وخفيفة وضغية كتتوجد يعني ما كتديمنا لا وقت لا موجود يعني دائما كما كنقولكم الأخوات ديالي تابعوا معي الفيديو من البداية إلى النهاية باشتعون فائدة على الجميع واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي ادعمني بالاشتراك وضغط دائما على زر الجرس لكي يدخلي كل ما هو جديد السلام عليكم ماي السماء ماي مش تقين تمليح شوي تصحان شنتمليح تمليح دائما تريد تمليح مش كي تقول انتاي السماء نعارا كيش تسوجد غيش الحلواء أو الشباكية لمعاسا البطاطيس تزد صبحت طوص سيتسماء تزدرد في نفس الوقت اقتصادية وطريقة ماي مش تنغان سوجد يعني طريقة تسهر مش تولا تسمار خو إن شاء الله رمضان إن شاء الله قدخل أبواب يعني رمضان على حالة ديادة خانغ إن شاء الله الصحة تودع نظر هنا رخانغ رخي مسر من المار إن شاء الله لوم أمين يا ربي العالمين مش كي تولا تسماء تزد تصبح الطاس الحلوية أو شباكية تزد ثرد الطاس يسماء مش تنغ طريقة نستسير مش كي تولا تزد تسوات ثمنت غذا خير ثمنت تسو جدغ الخويس ما نعذو غط طريقة مش صنغ الحلوية إن شاء الله مش كي تورن تسماء الإناء هذي سنق ثنين كيسان عمان دقيق أو فرس النوع أصبح الجيد ما حنداش تصدق الحلوية مش كي تورن ثنيت ثنين كيسان عمان أرطاف يعني هذي سن عمان نيشان ثنين كيسان العنبة كما كتلاحظوا معي الأخوات عندينا يا فهد الإناء درت هنا يجوش كيسان للعنبة ديال دقيق الممتاز يعني يكونوا عامري جوش كيسان ديال العنبة وتفتعليهم هنايا واحد معلقة ديال نافع مطحونة وكذلك شوية ديال ملحة وكذلك عند هنا غادي نضيفو جوج معلق ديال جنجلان مطحون يكون مطحون يعني بودرة مش كي تورنت يسمع عني غذا غنجاج للنافع شوية نمرح ثلاث غنجاج الجنجلان يعني الجنجلان يتري يحري وكذلك شوية القرفة كما كتلاحظ مع الأخوات يعني شوية نقاف غايت سمع نخلط لخو المكونة تذغ عنظ الطريقة يا كما كتلاحظ مع الأخوات غادي نخلط هاد النواشي به الطريقة خلطو هم زيان وده غادي نضيفو واحد الصفر ديل بيضة واحدة مش كيت وانت يسمعنا لذا نت اجنا وراغ انت متجاج الصفر نوع يعني او وراغ صاف نخلص نعني كذلك ذا غادي اركز قلة ربع مواما دائما اركز نعب اركز العنب اركز قلة ربع مواما كما كتلاحظ مع الأخوات بعد ما دفن نايا صفر بيضة واحدة وكذلك نضيفو عليه كاس إلا ربع ديل الماء دائما كاس باش كنعبر كاس العنب ونخلط وده الحليب ونبقى دائما الحليب لا نكبو مرة واحدة نبقى نديره شوية بشوية بطريقة ونبقى في نفس الوقت نخلطه في العجين دائما اركز وشفا دائما يعني الماء يقدر شوية حتى الأخير ونتبع عندك كذا يسمع ونشترك دائما تبع الفيديو لا تفهمت الطريقة وكذلك تسمع معرضة الحليب تدريجيا شوية بشوية نكمل كاس كامل العنب ولكن أكيد سنزيد حليب كما تلاحظ العجين مازال تقيل بزاف خصنا نحصل على العجين لا يكون تقيل وخفيف ثم نقوم خلطه بها طريقة نتخلط ممليح تقريبا تقريبا ثنين حتى ثلاث غنجيين يعني غايد ثنين غنجين غنج يعني مجموع ثنين غنجين 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 40 غرام الخامير الخامير كما تلاحظ مع الأخوات بعد كاس كامل حليب ضفت جوج معلق حليب يعني كأس معلق حليب لدي العجين باش نحصلوا على هاد القوام كما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام اللي يخصكم تحصلوا عليه في الأخير وكذلك دفتانية معلقة ديال خليمون وربعات قرام ديال الخاميرة الحلوة ونخلطوها المكونة مزيان بتطرب اليداوي عندما كتشوفوا القوام اللي يخصكم تحصلوا عليه في الأخير يعني ما نشوفوا العجين كي تلسق على المعلقة ديالنا على الطر ديال المعلقة بها الطريقة هذا هو القوام اللي يخصكم تحصلوا عليه باش تحصلوا على حلوة تكون نتجة ديالها مضمونة مضمونة عفوان مئة في المئة ودرت نقدرنا واحد معلق عفوان يعني مقلة ديالنا ودرت فيها الزيت تسخن مزيان ونقصوا العافية تكون يعني مهيلة ودرت فيها هاد المعاسة ديال البطاطس نخلي واحدة تسخن مزيان وعاد غادي نشفوها مع واحد من ديل ديال المطبخ ونقاو نديرو المعاسة ديال البطاطس في العجيل ومبعد غادي نديروها في الزيت كما تلاحظوا معايا ونبقاو نحركو ريدي ندير بها الطريقة نحركوها هاد المعاسة باش نحصلو على هاد الشكل في الآخير ديال الحلوة على شكل غريضة كاتجي رائعة في الشكل راقية جدا ما مش كيتوارنتي يسمع ومن خلطاشتين نغن كمريز الزيت القاوة يخلنا نحصلو ديال الاخير القاوة موترية يعني ويد جيد قرطاس ويد جيف سوس نقار ما قرس نجيبو تقاس زجتوان ماشا زجتوان نقدرو زجتوها ماشا زجتوها ماشا زجتوها نجير من خلط مش بشكل نجير من خلط بطاتس نجير من خلط نمز متعرفة نجير من خلط راقية راقية وبركي طريقية ولكن دائما ن ابقى نجيبوها في الزيت تسخن مزيان يعني كل ماش في نايا تقريبا بردات غادي نردوها للزيت يعني مش باش من ديروها هنا يعني في الزيت باش متلسقش في هالعجيل وضروري يعني العافية العافية تكون من خافضة يعني ما تكونش مجهدة باش الحلوة ديالكم ما تحرقش تخليوها تطيب على مهلا وفي نفس الوقت كتاخذ لكم هذيك اللون الذهبي ونبقى بها الطريقة كما كتلاحظوا معي ارى الطريقة سهلة غايتبعوا الخطوات والطريقة كما كتلاحظوا معي كما كندير انانا يعني هذي الطريقة السهلة ولا لقيتوش مرة يعني ما بغاتش تحيد لكم الحلوة ديالكم المعاسد الباطاطيس من ديروها في الزيت تحاولوا تساعدوها بشي موس غي معاشي تطرفها الكوصافي غايتنزل هذيك الحلوة على هذي المعاسا كما كتلاحظوا يعني كما درتها المعاسا في الزيت تسخن يعني غايتنمسفها على هذيك المنديل ديال المطبخ عاد غادي نديروها في العاجل و لكن دائما تحاولوا من ديرو المعاسى في العاجل ما تطلعوش العاجل على الجواني بديل هذي المعاسا بش يعني ما غاديش تنزل يعني ما غاديش تحيد لكم نهائيا على المعاسد الباطاطيس هذي الحلوة الى تطلعطو على الجوانيب ديال هذي المعاسا العاجل دائما تحاولو يعني تاخدو العجين غيمل تحتو صافي ديال مععصة الباطيتس باش تسهل لكم من ديروا في الزيت غادي تنزل يعني يعني هاد الفلوة تنزل بكل سهولة على هاد المعاسة يعني وخاكا ندر معاكم ولكن الصورة يعني كتوضح لكم اكتر فاكتر صدقوا لي هاد كتجي هاد الحلوة بنينة بزاف وفي نفس الوقت سهلة في تحضير والمكونة لي فيها جد جد بسيطين بعد ما كنقلعها في الزيت كنديروها في العسل مباشرة باش تشرب لنا العسل ونبقى به هاد طريقة انتم كتلحوا معايا يعني بذن دبا عامر المقلة ديالة بالحلوة يعنا المعاسة كنحن نحطوها على جانب حتى يعني نقلعوا بعض الحبات يعني ديال الحلوة مهد المقلة عاد غادي نردو المعاسة ديالة الباطاطيس هنا هي المقلة باش تسخن هذا باش نبقى به هاد طريقا اخوات يعني حتى نسالي كورش الكيمية اللي عندنا يا مش كيت وارنت اسمع مي غا تورنتين الحلوة نش انتسي اللون الدهابي ثموا تقنت زي مباشرة تقنت ذي ثمنت ما حدثو ثمنت اخدي شبكيين باش تدوم زي ثمنت نستيرن غبارة يعني زائدة غبارة مش كيت وارنت يعني الشكل راقي وجميل جدا يعني تشاهي اسمع الشكل الحلوية وعلي ستصبحا طاسي اسمع تزد بزوزوية يعني بنينة الطاس تمني عشت ورا كنتا تجارب نستاري قايزي كيش دقيق نهارا وكني تجغي سمع الخوق اتبعنت بيديو ار نهاية تمني عشت ان شاء الله ورا كنتا تجارب نتوذرين شينت رخوا كنتا ججغي سمع ارشان بيديو نظرين شاء الله او شكل زنتي الاخير الشكل اخلي ننتج اسمين وعزان ار بيديو نظر ان شاء الله ان شاء الله شكرا لكم قصفاز جديد كما كتلاحظوا مع الاخوات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا او الشبكية كتجي رائعة جدا في الشكل وكذلك في المداق كتبني ان شاء الله تنتو ما تجربوها